طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم. بنتكلم عن عملة سولانة برمز بسعر امية واربعة عشر. امية واربعة عشر دولار. انا ليش شفت ستين علكت. انزين. اه صعود العملة بنسبة عشرة بالمية تقريبا. ماركت كاب تمانا واربعين مليار. صعود الماركت كاب بنسبة عشر بالمية. هيدا عشر بالمية زاد. زي برانك اربعة سولانة ارتفعت في الرانك. يومي ستة مليار تقريبا. صعود الفوليوم بنسبة امية وستة بالمية. طبعا اللي تابعنا اول مرة يا مرحبا بك. هذه قناتنا في تلقرام. قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات. وايضا حط صفقات. وايضا عدنا مسابقات. وعدنا خدمة ادارة الحساب. يعني ندير حسابك من خلالك. رابط قناتنا اسفل الفيديو. يا مرحبا بكم. طبعا قبل كل شيء. هذا شارت عملتنا. لو نشوف العملة كيف تتحرك. كنا بنزلين صفقة للعملة في الفيديو السابق. خلنا نشوف ونتابع الفيديو. فمهم جدا عشان تكمل سولانة الصعود. نحتاج اختراق. اختراق وغلاق اعلى الثمانية ثمانية ثمانين دولار تقييم فاصلة ثلاثة. بعدين ممكن نشوف العملة تروح الى ما هو بعيد. نزيل. مبدئيا بنقول الهدف القريب للعملة في حول. نزيل. هذا كان تحليلنا حتى رسمنا التحليل. يعني ممكن اكثر عن شيء. ممكن حتى كملنا في تكملنا في الهدف. لو نشوف رحنا اكثر. نزيل. فخلونا نكمل. طبعا له الحمد. العملة. ضربة اللي نحت كلمنا عليه. صار اللي نحت كلمنا عليه. تقريبا حقرت حتى الان تقريبا ثنين وتسعين بالمية. بيوتور تقريبا آآ التمانمئة الف ثمانمئة الف ثمانمئة واربعين تقريبا ب Hungary. طبعا الناس اللي دخلت من طرفنا بعدهم مستمرين في الصفقة Lim Energie. فمبدئياً نحن ما برح نبيع إلا على السعر تقريباً على الـ 14344 السعر للارتداد وممكن حتى نستمر إذا شفنا العملة راحت حلوين حلوين فمبدئياً يعني العملة برايحة حالياً اللي أنا أشوف لمنطقة 143 مثل ما كنت حاط في الفيديو السابق دخلونا شوي ننزل العملة أنا أشوف ليش وقفت وقفت لعدة عوامل أول شيء الترند أتوقع لمسة الترند هذا الترند اللي كنت رسم لنا أنا قبل أيوة شو كيف؟ لمسة الترند هني اللي هو هذا الصاعد فهذا السبب والسبب الثاني أتوقع في مقاومة أنا حط شمعة ثلاثة أيام يعني حتى بس أنا سأشوف أيوة ممكن تعطينا نموذج الكوب والعروة أساساً يعني هذا اللي سأشوفه يعني تحتاج اختراق الترند بالإضافة إلى اختراق هذا السعر اللي هو تقريباً في مقاومة بنقول من سعر يعني يحتاج اختراق هالمنطقة من سعر 116 ولغاية الـ 124 في مقاومة عنيدة في هذه المنطقة يعني أوردارات تبيع كثيرة حلوين حلوين فتوقع أن العملة حالياً تعطينا شكل إيجابي مبدئياً تقريباً أتوقع العملة راح خلنا ننزل على شمعة الأربع ساعات الحين نتكلم شوي عقباً نرجع إلى ما هو بعد من ذلك أتوقع أن العملة الحين راح تعطينا ممكن يعاد تختبار هني للترند وتكسر للأعلى تختبر وترجع تصعد للمقاومة فمهبم جداً أن تصعد أعلى المقاومة عشان تكمل انطلاق بس أنا كشكل توقع يعني كنموذج ما توقع أن العملة راح تروح أنه حاول يخترق هني مرة أولى وفشل فبيحاول مرة ثانية أتوقع أنه بينجح ويسوي عدد اختبار إن شاء الله وبيكمل فبيلمس الترند أو المقاومة فمهم جداً إذا العملة يعني كانت تبقى تروح ببوليوم قوي وشكل مش صحيح أنه تكسر وتروح أعلى بس أنا بالنسبة لي عشان تعطينا شكل ممتاز بتضرب هني وبنحدد النزول بعد ذلك أنا أتوقع أنه بتضرب الهدف هذا اللي هو 143 و 144 بعد ذلك بنشوف هبوط في العملة ممكن لغاية اللي هو مرة ثانية تقريباً لغاية سعر اللي هو من 112 لغاية 123 يعني بالنسبة لي ممكن نشوف صعودة الحين كسر الترند بتنزل وبتعطينا نموذج العروة لأن أنا شوف العملة أعطتنا نموذج الكوب والعروة شوفوا كيف قبل أن نرسم شوفوا كيف النموذج واضح أن الكوب يعني شوفوا هذا الكوب يعني مجرد ما يلمس أن يبسي بشكل كوب بعدين بيرجع يهبطي صحح العروة بعدين نتوقع الصعود رح يكون لغاية تقريباً يا طويلين العمر والسلامة تقريباً تقريباً العملة هدفها بعد ذلك تقريباً بيكون 285 دولار 285 دولار في الهدف اللي بعده 200 200 وتقريباً 283 283 تقريباً فتوقع هذا هدف العملة المقبل في حال أنه عطتنا شكلت هذا الشكل وترجع تختبر أعلى المقاومة وتبدأ تكمل فأنا هذه نظرتي للعملة فشو بنسوي نحن نرفع الصفقة شذيه لغاية الميتين 283 دولار شذينك وخلصنا طبعاً اللي تابعنا أول مرة يا مرحبابك رابط قناتنا في التليجرام أسفل الفيديو يعني دايماً نحن نشيطين على القناة نحط صفقات نحط تحليل العملات وأيضاً نحط تحليل أو نحط صفقات ونحط تحديث على تحليل بيتكوين وعندنا مسافقات وأيضاً عندنا خدمة إدارة الحساب ندير حسابك من خلالك أعطيكم العافية ومفجي خير ترجمة نانسي قنقر